معنا ومعاكم وهو كابتن شطا اهلا بك يا كابتن. يا كابتن شطا اهلا بيك. اهلا يا سادة ابو المعاطي زي حضرت. الف مبروك فوز النادي الاهلي. الف مبروك لنا كلنا ولمصر كلها والله. امين يا رب. كابتن شطا النهائي امتى ان شاء الله? ما النهائي انت عارف هو في المغرب بس طبعا دلوقتي هيحددوا المغرب عندها مشكلة بسيطة. ليه باعه? انها لسه فيها في تردد في الموضوع التحديد المباراة والكورونا انت عارف عندها فيها مشكلة واجلوا بعض المقصات بتعادل بطرقات العربية وكده. فمشي عارف اذا كان حدث نفسها بها عادل المتحدد دي من قبل كده ولا لا. بس ان شاء الله عيدها في المغرب كده. سبعتاشر ولا سبعة وعشرين يا كابتن شطا? هم قالوا سبعة وعشرين بس انا متحكد ان هو هياجلوه ال سبعة وعشرين. هياجلوه ال سبعة وعشرين. لان فيه فيه اخبار كانت نازلة. وعندهم حاجات ثانية احجلوه فيها بعض المقصات على البطولات العربية. اه. فيعني. يعني ان شاء الله اتمنى ان الاتحاد يفعل عليه انتحاد على فيه عشان ما تأكلش. عشان ميت. ايه. ايه. ما تعودش شعر كامل عشان تلعى مباراة ثانية. حرامي يعني. اه انت دلوقتي في احساس البطولة. طبعا وغير كده كمان شعر كتير عشان تعمل النهاية ده النهاية المهروضة بعد 14 يوم بعد. ايه. 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 ختم تمره انه اصبح اه ماتيور يعني ناضج ناضج. ايه. 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 مع التغيرات اللي بتحصل. وتماشي مع الوضع. حقيقة. المضموعة كويسة اللي يجيين تغيرات كلها بتبقى تغيرات. بتشده الفراغات اللي موجودة والإساءالات اللي موجودة الحقيقة. ايه. ايه. بيرحيي بتسنسمان يعني. مهما كانت الامور والنقضة اللي هو بيتخبله. ايه. ايه. هو مفيش مدرب في الدنيا مش عارف مصلحة في ايدويه حتى لو كان اختيارته بالنسبة للإعلاميين والخبراء انها مش ممتخية لكن مش كل حاجة في كرة القدم ممتخية كرة القدم دي بران توفيق تخيل الأداء من خلال انت احتاج احتياجاتك ايه واسقة المداري في الاي بيه دي كلها حاجات مرتبطة بالحاجة دانية غير النظم التبقى من بره دي انه ده ليه لعب كلان وليه لعب حط ايه وليه 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 اداءه سبعة ايام اجازة بالأجازة خلال الاداء دي تيجي الفائدة كل حاجة اه انه هو خرجوا من الضغوطة كابتن شاط جاد جاد يعني لما كانوا بينتقدوه انه خد سبعة ايام ازاي وعندهم بعد 14 يوم اهم ثلاث ثلاث يعني هذي الراحة كانت مطلوبة مئة في المئة مئة في المئة والله يبا استعادوا مثلا مباريات بسرعة شديدة جدا في الراحة اللي ياخدوها والفترة اللي كانوا يعني اتعادوا فيها عن كرة شوية ودي عاجات مبهيمة جدا يا جماعة كل مدارب او مش كل واحد عارف احتياجات اللاعبي اللاعبي بيستعين له ايه الحمد لله انه بسرعة يعني برضو مفيه زي بقى ان انتخذه بعد كده لا هو من ساعة سان داونز وهو كسب الكل قبلها مطش المحالة كان فيه حالة غضب جامهيري ضده بعد مطش مبارتي سان داونز الكل وبعدها نهضة بركان وبعدها الترجي هناك وبعدها الترجي هنا لا خد مساحة زمنية يشتغل فيها مع اللاعب يا كابتا هو تعرف كمان برضو انت عارف برضو هو بيسمع وبيتقاله وفيه طبعا فيه طبعا فيه الصفارة بنقلوله والنغضة اللي بيتقبله عارف كويس لكن همورو ما اشتكى همورو ما رد على الماش يعني بنوع من التحكم وكده لكن انا بعتقد انه بعتقد انه يعني مكسب كبير جدا لنادي الاهلي ومهما حصل اتفاية البطولات اللي خدها وكفاية الاستعاد بريط الناج الاهلي مرة اخرى من الاستعاد الاداء المنتجة لشنا معرفته حقيقة كابتن شطت اتفق معايا ان هو استاذ في التنوين المغناطيسي للفرق المنافسة يعني الانبرح في المؤتمر الصعفي قالك امين الشعباني احسن مني قبلها قال ساندونز هي الافضل ودايما متواضع في تصريحاته النهاردة راح هو بنفسه لمعين الشعباني وسلم على الدكة كلها وسلم على كابتن معين قبل بداية المباراة رجل مؤدب ومحترم ومتواضع واستاذ في التنوين المغناطيسي وقبل كده نيمنا برضو نيم الاهلي ثقة بالنفس لكن المدرب الجيد دائما بتحدث عن فرقة اخرى بشكل افضل بشكل افضل وشكل افضل وواقعي وكده عشان برضو ما يحسش في ريده انها عندها نوع من نوع من ال انها يعني نشوة الانتصارات صحيح انها افضل وهو يمتلك بعض الخبرات اللي هي السايكولوجية انها دلول عليها ولكن مش تنوي مغناطيسي هل هو محظوظ ان كابتن محمود الخطيب هو رئيس النادي كلعب كرة وكنجم كبير واحساسه بالمدرب واحساسه باللعيب ايه ووجوده جنبه باستمرار ايه 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 اكتر من مرة يعني راح بقى صحيح ايه 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 الاحساس ده مهم جدا انا انا بحييي الحقيقة بحييي قال ينا يا فتحوظ الخطيب التعامل في الازمات وكافية ايه 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 صحيح وليما بيسافر انا لحظت كتير يعني في حدة ده انا محرات كبيرة جدا حتى كان مساعد كان نايب ريس المجرم مع كترحة الحمدي كان برضو بيتواجد على الاقل عشان بس بيطفروح من من الشقل اللاعبين واهتمام النادي كل الحاجات دي مهمة جدا سؤال من خارج المقرر كده كابتن شطا هل كان الزمالك أحق من الترجي ومن المولدية الجزائر في التأهل معقولة الكلام ده ما يتأسل لكرة قدمة لأكثر استعداد كسب والأقل حظا خفر والأكثر توفيقا كسب فما دفعشان أرجع للماضي وقول كان أفضل ما كانش أفضل الترجي عموما يعني برضي تخطر المرحلة دي السعوبة شديدة جدا لكن برضي يعني مش عايز أنا أربط الأمور بأنه لو كان ولو كان لا خلاص اللي حصل أنا دواتي أمامك الترجي وترجي خارج وكمان أمامك الأجاري درشيل دواتي والويداد خارج فبالتالي أنا ما بحيبش أرجع للماضي وقول لو 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 لا الحق هو اللي كسب بتوفيق وبعداء وبالتزام وكده فكرة القدم ما دفعش ترجع لأهوها تقول لأني فلان كان المرضي كسب ولا لا طبعا نادي الزماني في أحسن حالات وكسب يعني نادي الزماني في أحسن حالات من كنوات طويلة وكسب وكسب في حالات كان أقل من كده وكسب فدي حاجات برضي قد نقول للمعاطي مش قاسم نتوقف عن ده ونبدأ لها كده بحيث أنها تبقى بانتزالنا موضوع للنقاش لأنها مرتبطة ولتلك بالتوفيق ومرتبطة بالظروف اللي مرتبطة بالشرقة النهار ده بس أنا الترجي ما كانش متخيلينه حترض منه واحد التغلقوا في العمق من طهر خلل المدافع شده والقانون واضح حتى دي أنا كنت أعاد جنبية حكم حكم دولي يقول لدي إنزار لأنه ضربة الجزاء لما يكون فيه خطأ داخل منطقة الجزاء القانون غيرها عملها إنزار وضربة جزاء عشان العقوبة ده أنا متباشر عقوبتين في وقت واحد أعني لا دي لازم فيها ضرب لو راح للبار إذا احتسمها ضربة جزاء لازم يترضه القانون واضح ليه بقى؟ المسك والشد العنيف أيو العنيف يعني والتعمد في الخطأ لازم يضربت حتى لو بوضة منطقة الجزاء فالحدة دي براءة طرعا كان نازم إنه نوعنا وفعل المزيئة برضو بتاع المباراة كان بزيئة آه كابتن حافيز دراجي شرحها لكن طريق ديها بقى الحاجات التانية لأ طرق ديها العيولي لازم يقول اللي يقوله هل أنت أعرف آه هو برضو عنده حلقة من الحصرة طبعا إذا كان قولك الحكم قادم به الحكم دولي قال لك لأ ده لحاجة ضربة جزاء لازم ترضه مين بقى الحكم الدولي ده كابتن بضربة جزاء داخل منطقة جزاء نتيجة عرقالة ولا نتيجة شاد قال لي لا إلا الشاد ده أتعمد الخطأ الشاد ده أتعمد أو الإيزاء حاول يضربه مثلا ويعرقله مثلا ببركلة ببركلة من وراء كده إخباطه مثلا في رجلو وفعله أن أول ما جاء الحكم طبعا من قاري القانون لأنه تعرف وكان مع بعض بيبعارفين بيوضوا في الدورات وبيفاهيمون الحاجات دي مع بعض كلهم فعلى طول راح بطلع كارت العمر أفتله والله اليوم نيان كابتن هل فيه جمهور في المباراة النهائية بإذن الله تعالى لو في المغرب المغرب إن شاء الله هتعمل جمهور تعرف المغرب برضو المباراة بالنسبة لها فريتين فريتين يعني مبارا المغرب فبالتالي مش هيكون فيه يعني نوع من الاعتراض إلا إذا كانت موضوع الكورونا ده برضو متنصدد في إنه لازم يبعيدوا التجمهور لكن أنا أتمنى لتعادة بريغة ومنهم الآن خلص ثلاث توزعوا في الأستاذ مشكلة وما بيش أي التصواق ولا في أي نوع من المغرب صحيح صحيح ياريت ما فيه جمهور عشان لا يعرضه تؤدي أداء أفضل لو كان فيه جمهور النهاردة ما كنا كنا استمتعنا وكانت ثلاثة هدول بقوا ستة لأنه بيعمل دوافع لللعيبة طبعن إذا كان التوافع ترجي هناك في تونس الدوافع أعلى من التوانس صحيح صحيح تتوقع الفوز بكم في المية كابت صحيح صحيح شخصية أيه بالزبط كل الحجات ده أنا بحية فيها الحقيقة الأهل بطل أفريقيا بنسبة كم في المية كابتين شط نعم الأهل بطل أفريقيا بنسبة كم في المية في رأيك دخلتين تاني في توقع النتيجة يعني أنا بقول النادي الأهلي ماشي بطريق إلى أن يؤدي إلى النهاية وعنده إصرار على بلوغة للنهاية لكن أنا بقولها لك هو الاستعدادة الجيد مع عدم مع عدم التعليل الخصم يعني كده شيء مش يعني مش أقوى من نسان ده ولا أقوى من الترجي لازم احترامه لازم تعمل له أي شيء احتاج بإذن الرحمن بإذن الرحمن الأهل بطل أفريقيا يا كابت يا رب ده أنا أسمع يعني منك وأتمنى ذلك إن شاء الله إن شاء الله يا كابت إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله ألف شكر الحضر يا كابت ألف شكر الله يخليك يا كابت الله يحفظك الله يكرمك